والأمين صلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الأخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تتذكرون هذه الآية العظيمة جمعت أصولا من أصول العقيدة الإسلامية التي يجب على المسلم أن يتعلمها وذلك أن القرآن الكريم هو مصدر العقيدة الإسلامية الصحيحة ولا يجوز للإنسان أن يأخذ العقيدة من غير معصوم أو عن غير معصوم من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعون ولذلك الذين استندوا في عقيدتهم إلى غير معصوم ضلوا في جميع بواب التوحيد الذين أخذوا بالرأي والذين أخذوا بالمنامات والذين أخذوا بعقولهم والذين أخذوا عن مقلديهم من من ليس هو بمرجع أو أنه كان على مذهبٍ ثم رجع عنه فإن هؤلاء لا شك ولا بد أن ينحرفوا عن فهم العقيدة الصحيح ولذلك تجد السميع العليم وهذا وهذه درجة وفوق هذه من الضلال أن يعتقد الإنسان أن ما عليه الخلف من من جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم أنهم أعلم من الصحابة شاكيد أبقلوا لك طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم وده أبقلوا لك الصوفية وطبعا نفسه الكلام ده كلام بتاع معتزلة وأشاعرة وفرق منحرفة ومبتدعة منحرفة عن الصراط المستقيم وإي من الفرق النارية التي توعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار لكن طبعا الفرق دي ما قعد في الكتب براه لأنه في ناس ممكن يقرواك العغيدة يتكلم ليك 12 درس في الأشاعرة الأشاعرة ديل وين الأشاعرة ديل الصوفية الصوفية دي جمعت كل حاجة جمعة الأشاعرة جمعة الجهمية جمعة المعتزلة فوقهم شيوعيون زي الإزيرك الإزيرك ده شيوعي في إمتى زوج شيوعي وهما فاهم والله هو شيوعي لأنه لما يتكلم عن مسألة العلو بدل لما سألوا عن أن الله سبحانه وتعالى في السماء وكان بيتكلم عن الموضوع ده قال الله لا فوق لا تحي لا يمين لا شمال لا قدام لا وراء لا داخل العالم لا خارج العالم كلام ده قالوا في قناة النيل الأزرق ما في إنكار لا الكلام ده قالت فطو محمد إبراهيم الهالكة ولا محمد إبراهيم نقود ولا لينين ما قالوا كلام في إنكار الله أبلغ من هذا الكلام دي أبلغ عبارة سيما قال العلامة الألباني وغير من العلماء في إنكار وجود الله سبحانه وتعالى في إمتى فربنا قال إن ربكم الله ربنا سبحانه وتعالى يعلم البشر صفاته وأسمائه فيقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ربنا سبحانه وتعالى من كمال قدرته وعلمه وحكمته أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام قال ثم استوى على العرش أي علاء وارتفع كما قال أبو العالية في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله وهذا عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين عرفته وهذه الآية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وردت في سبع مواضع في القرآن الكريم وجاءت في موضعين آخرين استوى إلى والعلم قالوا الآية لما انتجي استوى على فلا تفيد إلا معناً واحداً أن تثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى صفة الاستواء وصفة العلو عرفته فربنا سبحانه وتعالى استوى على العرش أي على وارتفع استواءً يليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لما جاء ذلك الرجل إلى الإمام مالك وهذا الأثر أورده البيهقي في الأسماء والصفات وأورده الإمام ابن عبد البر في شرح الموطأ وغير من السلف وكذلك أورد الإمام الذهبي وأورد اللالكاي وغير من أهل العلم لما جاءه ذلك قال قال يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى فقال فأطرق الإمام مالك رحمه الله وأخذ ينكت بعود في يده قال حتى علىه الرحضاء من شدة هذا السؤال ولأن هذا السؤال ليس بسؤال استفادة زي الأسئلة بتاعت الصوفية إلقى واحد من دعاة التوحيد شغال يحاول يجيب ليك سؤال تعجيزي يقول ليك ما يسمى النملة التي في قوله تعالى وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم دا علم لا ينفع وما ربنا سبحانه وتعالى تعبدنا به ما يسمى الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف ما لو عرفته حتستفيش من الحلال أو الحرام أو الأمر أو النهي ما بتستفيد حاجة التؤمن به إنه في كلب مع أصحاب الكهف ربنا سبحانه وتعالى ذكروا في الآية أو كده دبته من به وتستفيد إنه بعض الناس قالوا يستفيد منه إنه الإنسان حتى لو كان وضيع إذا صحب الصالحين فهو ينتفع بذلك المهم فده ده ده أسئلة تعجيزية وأسئلة في النهاية ما من وراء طايل ما من وراء طايل وداري عجزك بس ربنا سبحانه وتعالى ما تعبدنا بها وتلقى واحد درويش صوفي بليد لام الجماعة وتلقى مكوتة وبيبكو في اختلاف الأقوال في اسم الكلب الذي كان في صورة الكهف وقد رجح الزعيط من الصوفية طبعا ما في واحد من علماء السلف بيقف مع مسائل زي دي وإنما يقررون الفوائد الشرعية ويمشوا للآية البعضية أو يجي يلقاك بتتكلم يقول لك ماذا قال الامام الزهبي في سير علامة النبلاء المجلدة التانية صفحة مئة وعشرة لو مركت الامام الزهبي وجبت له كتابه ذاته ما بيمرقه خليك مني أنا انت مهوم ربنا ما تعبدني بيديه انت لكن قل لي استدلت لك بالحديث الكذا وما معنى هذا الحديث وما هو ردك على هذا الاستدلال كذا يكون كلام طيب ولذلك يا أخواننا الناس زيل ما دارين الناس يستفيدوا وداء الخلام يضلوا ربنا قال إن ربكم الله ده ربنا سبحانه وتعالى الذي يدبر الكون والذي يتصرف في الكون والذي يصرف شؤوننا نحن نحن ذاتنا ربنا سبحانه وتعالى بصرف شؤوننا والإنسان يكل أمر إلى ربه لأن الرب هو السيد المالك المدبر ده الرب في امتى فربنا سبحانه وتعالى بدبر لنا أمورنا وبدبر أمر الكون جاء الصوفية حاج ربنا ده حاج الله رب العالمين سبحانه وتعالى جاءت ده للفكية والدراويش والصعاليك بتاعنهم دير كلهم الدومة الهوز ده والكتب دي ما لانا بيجلت الأدب والكضب ده في امتى ده هنا في النصر العلمية عبد المحمود نور الدائم قال كنت أمشي بين يدي الله ناقل عن شيخه تحت العرش فقال لي كذا وقلت له كذا كلام غريب جدا موجود هنا في امتى واحد يقول ليك أن احنا ماسكينا الكون تلاتة وتلاتين سنة وغيره من الأمور الما كان بانكره أبو جهل ولا بغالد فيه أبو لهب أبو لهب وأبو جهل ما كان بغالطه في المواضيع دي إنه ربنا مصرف في الكون وربنا بنزل الأمطار وغيره المشركين كانوا بيقولوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك دي للمشركين في التلبية حقتهم قالوا الشريك الآن احنا جعلناه لك يا ربنا هو ذاته أنت تملكه وما ملك دي للمشركين الوائل دي جي يقول لك أبو يا شيخ بتصرف فوقه وأبو كالشيخ جوه القبر بيمره جي عمل عملية زي ما جابته جريتة الدار واحدة في العزازي المكاشف مرق من قبر عملها عملية وجاب شاش من الجنة في إمتى كويس وبي جاي يقول لك شجرة شجرة في أم درمان واللبير قال بيتشفي من جميع الأمراض والقبة بتاعة عبد المحمود نور الدائم من شرب من الموية طلعت من القبر من شرب منها شربة لا يضموا بعدها أبدا وأنها شفاء من كل دا وطيب ناس في ضيل وشارع الحوادث طيب ديل ما يقفلون وين الصوفية ديل قلبي يشف من كل دا دي الناس دارين يأخذوا حق الله الربوبية والألوهية والأسما والصفات دينا جابه من وين يا صوفي يقول لك الله أبو يا شيخ قال كده أبوك الشيخ دليل جنو من القرآن دليل جنو من السنة يقول لك لا أبو يا شيخ طبعا وكان أبو يا شيخ راقت وبعد ما راقت أبو يا شيخ حلم إنه النجوم دي بتتكيف منه هو الساكن سهول بتاع منامات ساكن وأبوك الشيخ كان نايم وجاء والرسول صلى الله عليه وسلم يقظة لا منام وأده طريقة جديدة وقال له انت بتصرف في الكون ما جاءك الرسول عليه الصلاة والسلام كالزابي أتجاني النبي عليه الصلاة والسلام ما جاءك والنبي عليه الصلاة والسلام لو بعثه الله قبل يوم القيامة لجاءك ولكن بجيوش التوحيد النبي عليه الصلاة والسلام لو ربنا قدر أن يقوم تاني كان بيغزوك والله يغزوك يغزو التجانية ويغزو القادرية ويغزو الختمية كلهم بيغزوه لأنه دير شارع حق الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيميني سبحانه وتعالى عما يشركون يا اخ واحد ابوك الشيخ تلقاه عيان انت ما شفت هزرك طيبة يا غزرك طيبة والله الركش المقلع الله عجلات احسن منه زول منتهي مرة واحد زول منتهي ده مفروض يحرقوا للعادم بتاعه كويس ايجي يقول لك ابوك الشيخ تناديه من دون الله يازال تنادي فيه شنوه ذاته تنادي فوقه شنو ازرك طيبة في امتى يا زول دينا ميما بتقرب بالي الله انت قالت ما عارف في حاجة حلال وفي حاجة حرام انت ابوك الشيخ ما سكك عصايا من النص اكيد تمسكين ما فهم الحاصل ابوك الشيخ ما عنده حاجة ازرك طيبة كويس التجاني البرعي السماني القادري الشيخ دل ما عندهم حاجة الشيخ قالوا لك تنادي الاولية في الشدايت ما سمعت اسماعيل الولي قال انه بخطب في البلاد نزيله ده البرعي قل يا ولي الله اسماعيل وين اسماعيل اسماعيل المطرة في الخريفة الفات رمت القبة بتاعته وجوناس الخنجر اللي بيقولوا الاولي ابتعنهم بنزلوا المطرة خليك من ينزلوا اللي سبتوها بس اللي سبتوها بس الشيخ بتاع القادرية جابته جريت الدار حقاتكم انتو جريت الدار في جبرة هنا سرقوا منه اكسا جياد واللجنو الحرام سرقا والشيخ ينفق وممكن تكون ريالة سائلة ناعم ما قلت بيها لما الغاب دي الاولية بيشتغلوا بتان والمسيط بتاع الصابو نابي غير جموية لما اندفك يا زول دي الاولية فشنكي ساكن اولية بتاعنك دي ما بيشتغلوا اي حاجة ها الاولية بتاعنا الصوفية بس بنتظروا الحدث لما يحصل يقول لك نحنا كنا سبب في الشغل ده زي الحذرة فك الحذرة الاخير ها الصوفية قالوا نحنا عندنا فيه يا زول انت عندك فيه شنو كويس برضو جابوا واحد اسمه الاساحي داك اسمه منه بل الغايب قال مباراة المريخ باير ميونيخ قال لو كان شاوروني كان المريخ غلب ما غلبه يا زول كده انت ابشي اقيف الحارس ياخد كله هواس ساكن هواس الشغل بتاعنا الصوفية ديل فيمتا شغل بتاع كضب وشرك بالله سبحانه وتعالى البرعي قال الاولية الاقطاب ليهم نشاور منهم خف الحال منهم مجاهر منهم علم بالغيب باطن وظاهر وربنا سبحانه وتعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبة الا الله وما يشعرون ايان يبعثون هنا دي الكتب بتاعتك هنا دي الاولية بتاعنا تلتمية سبعة وتلاتين وانت ماشر يا قدام ها الشيوغ بتاعنا الصوفية كويس قال وذكر الامام الشعراني شانتاني ما في صوفي يجي ينكر ويقول دا سيتوه دا سيناه انت البناء وماك شنوه قال في ترجمة سيدي الشيخ ابراهيم المدبولي قدس الله سره دا كتاب النصر العلمية لأهل الطريقة الصوفية الشيخ الاستاذ الشيخ عبد المحمود بن الشيخ نور الدائمة الطيب الف وثمانمائة خمسة وعين الف وثمانمائة وخمستاشر تحقيق البروف الفاتح الحبر عمر احمد الطبع الخامسة الف وربعمائة ستة وتلاتين الفين وخمستاشر مش يخط الطريقة السمانية بطابة سلسلة المطبوعات اه الله اكبر شنو كده حاجة كده صغيرة طيب قال انه كان يسأل الفقراء القاطنين عن احوالهم دا الفكه بيسأل الدرويش المعاو ويباسطهم فرأى يوما شخصا منهم كثير العبادة ناقص الدرجة الشيخ شاف زول عبادته كثيرة لكن العداد بتاعه ما قاري كويس في امتى قال فقال لو لعل والدك غير راض عنك قال يا ولدي شكل ابوك لما مات ما كان راضي عنك والله صح ابو له حاج ما يرضى عنه يخلي ابوك في زراعة وفي شغل كثير في زمن الزلدة الناس كان كان بتحتاج لأولادة يشتغلوا معا تمشي تخلي ابوك المحتاج لك تمشي تشتغل مع الشيخ يقول لك ابو يا شيخ انا بخدمك اربعين سنة بتضيع زمنك ساكن تسوي بيا الشيخ شنو هو كان راجل ما يقوم يشيل طورته ويشتغل مع الناس في امتى النبي عليه الصلاة والسلام قال اطيب الكسب من عمل الرجل بيده وان نبي الله داود كان يأكل من عمل يده في امتى لكن ابوك الشيخ قاعد ومخطم على العتود بتاعك وانت لو بيجيب زي العتود بتودي له العتود قال فقال نعم قال اتعرف قبره قال نعم فقال يذهب بنا الى قبره لعله يرضى بعد ما تاني في حاجة تاني بيرضى ولا بيزعل يعني عادي جوا الصوفية ممكن يدقله ومسكول وممكن رسله رسالة في الواطس في امتى وممكن يكون في فيسبوك وعمل تحديث للحالة بتاعته جوا القبر دا ما دينة صوفية كده قال 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 الشيخ يوسف الكردي لقد رأيت والده وخرج من القبر ينفض التراب عن رأسه حين ناداه الشيخ قال بيقى ينفض شنو التراب مارق التراب حق المطمورة كلها ومارق الطين والطوبة الدقبه في ودى اللحات وجه مارق ها وملفح في امتى انا ما عارف عريان ولا ما عريان علي مه الله في امتى قال مارق زي ما يهو فقال الشيخ الفقر جو شافعين ليطيب خاطرك يا زول انت قال الشفاعة دي ساي الشفاعة دي اول حاجة للزول الميت دا بتكون قبل ما قبل ما انت تدفنه تقوم تصلي عليه دي اسم الشفاعة والحديث في صيحة لما مسلم انه النبي عليه الصلاة والسلام قال قال ما من مسلم يصلي عليه اربعين رجلا لا يشركون بالله شيئا الا غفر له دي شفاعة لكن بعد ما تاني تمرقه دا احيا وقال لك احيا الميت قال فقال اشهدكم اني قد رضيت عنه فقال ارجع مكانك فرجع وقبروا بالقرب من جامع شرف الدين برأس الحسينية ربنا سبحانه وتعالى قال ألم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم شنو لا يرجعون وحديث عبد الله والجابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما قتل يوم بدر شهيدة رضي الله عنه وارضاه وقال له الله سبحانه وتعالى تمنى علي عبدي قال ان ارد الى الدنيا فاقتل فيك ثانية قال لقد ألم تعلم انه قد سبق القول مني انهم اليها شنو لا يرجعوا ما بترجع تاني وده كله كضب بتاع صوفية ساكت كضب ساكت لو صحيء الاولياء بتاعنا الصوفية ده اللي بيحيوا الاموات اي جريمة بتاعت قتلي ضد مجهول الماء الده ما يدفنوا قبل ما يودوا يسلموا الجسمان لأهله امرقوا من المشرحة تعال يا شيخ صحي لنا الزلة بس اروح خليها في اللسان بس اوعى تنزل تحل قل لك ده يتكلم الكتلك منه قل كتلني فلان امرق الروح دخل ليه والشريحة وامرق الشريحة في امتى بعد ستبليك البرنامج امرقوا منك يا ذول ده هو الساكت ده كله شرك وكفر تعصو فيها والله الذي لا الى غيره في واحد عاطل ده يرفتح بلاء تعال نديك الكتاب نحشره لك ده وخشمك شام طبشي تطرش للقاضي هناك طيب كلام كتير جدا بتاعصو فيها شام كده ربنا قال ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش ها ذلكم يدبر الأمر ما من شفيع الا من بعد اذنه يعني حتى لو انت دايش شفاعة لا تكون الا بعد اذن الله سبحانه وتعالى فهمت ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه هذه الصفات هي صفات الرب المعبود بالحق جل جلاله فاصرفوا اليه جميع انواع العبادات الدعاء بتاعكم يكون لله نحن زمان في المدرسة فيه استاذ زمان علمنا انتي يا شيكاني با دولة في الطابور بتاع الصباح دولة بترتيبة باقي يلينا قريبة ارفع السماعة تلقى رغم الغاعة باقي يلينا قريبة واسي السماعة ويني ما فيها زول مكاشم ايض داو تلتمية سنة تقول لي ارفع السماعة كان رفعته وزعته ما بتلقاه كان رفعته القبر دا وزعته ما فيه فهمته ترفع السماعة وانا ما ليه مال السماعة انا بسأل الله طوالي ربنا قال واذا سألك عبادي عني ما فيه سماعة فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ما تقعد تنادي اتجاني لين ليلة ناس بنادوا في اتجاني يا ابونا الشيخ ابو العباس وفي ناس اتبركوا بالحذاء يزعم له حذاء جلد ولا شنو ما بعرف نعال قالوا هي حقة احمد التجاني واحدين بتضركوا وذاك الساد بتاع القبة تاعت التجاني حسب ما جاء ذاك شايلة النعال وبتمسح بيها شوف الوثنية دي كيف جئناك يا شيخنا احمد التجاني وما عرف ليك فاعطي كل سائل سولة واعطي كل احد منا مرادة واتمسح اتمسح بالنعال تعالنا تديق نعالنا دي مش دار تتمسح فهمت يا ناس دا شنو دا واحدين تانين بينادوا في حسن واتحسونة الناس بيخافوا منه حسن واتحسونة اجي الخليفة بتاع حسن واتحسونة وده الغايزة الصوفية الان في السودان فهمت تجي تتكلم مشينا ودبو صالح الشباب اتكلموا حتى ذاته نحن كلامنا كان ملك لك ذاته فهمت اتكلمنا فهمت وما جبنا اسماء وما جبنا اسم صوفية ولا اي طريقة الخليفة الشغلة كتمت فوقه لانه الايات والاحاديث هذه تكبر على المشركين ربنا قال كبر على المشركين ما تدعوهم اليه طوال ججاري اوك وما تتكلم في الشيوخ وما تتكلم في الاولياء ويكوريك انت الاولياء بتعينك دل ما يدافع عن نفسه ما يدافع عن نفسه عشان كده انا اختم لك بالقصة دي شفت القباب دي كله فهمت وقبل فترة قالوا حرقوا حرقوا القباب طبعا زول الحرقة ده كلامه ده باطل وان كنا بنشوق ذاته في الصوفية غد يحرقوا هم لانه الزبائم بيقبوصات دارين يعمل لهم واهمة جديدة فهمت واحد من الصحابة قصة اسلامه كان بيعبد له كان بيعبد له صنم من خشب او غيره ولده لما اسلم شال الصنم بتاعه ومشى جدعه في الزبالة فهمت فتش الصنم بتاعه رب ما لقاه لغاية ما مشى لقاه في الزبالة قال له والله بعد ما طيبه جيه قال له لو عرفت العمل فيك العملية دي منه والله لا اطقه بالسف اخر مرة لما نشغل كتنت عليه وقام لبسه السف قال له ان الشاتل تمنع استهى في امتى قال له الغنماية بتحمي نفسك من التاس تبا قادر تحمي نفسك قال له تاني لو جدعوك معناه انت ما نافع ركب له السف جدعو لك المرة ديكو ربطوا فوق وكلب كمان قام لقاه مجدوع في الزبالة قال له ارب يبول الثعلبان برأسه لقد خاب من بالت عليه الثعالب في امتى اسل القبة بتاع الصوفية دي بتلقى مأول الكلاب والحمير ما اقول دي الاولية ودي النافعين في امتى فده كل شغل بتاعه هوس في امتى والموضوع يتواصل ان شاء الله وقدم الشيخ مزمي اشتركوا في القناة